هستأذنك تحط نقطة يا جماعة المهندس عدل القياي مهندس زراعي والتحق بكلية الزراعة وقت ما كانت كلية الزراعة بيلتحق بيها صفوة معينة على السلم التعليمي والسلم الاجتماعي بالمناسبة يعني سيبكم مما قالت إليه الأمور في الجامعة والدراسات والظروف اللي حصلت لكن كانت كلية الحقوق وكلية الزراعة كليات الصفوة اجتماعيا وعلميا فبالتالي لما أنت مهندس عدل ممكن يتحرج أن يتكلم عن نفسه أنا أتمنى أتمنى بكل صدق والله أي حد بيتكلم على سبيل أنه هو فاهم أنه لما يقول مهندس زراعي فيها نوع مما يقصد نوع من التقليل والعزب الله يقول لنا بس هو نفسه خريجية ببساطة شديدة مع فوارق القدرات والمستوى والتعليم والقيمة وحاجات كتيرة قوي في التفاصيل لكن هو أنت خريجية هو أنت دراست فيه دا أنت لو قعدت مع حد شوية هيسقطك في الإملة أنا أنا صادق هيسقطك في الإملة بجد مش في أي حاجة تانية ليه علاقة بالمهنة فبالتالي أنت اختلف معايا في الرأي اختلف في اللي أنا بقوله لكن حتيجي علشان تقول لي أصر مهندس زراعي طب هو إيه الفرق بين مهندس زراعي ومهندس مدن ومهندس عمارة على فكرة نوابغ المجتمع ونبلاءه كانوا خريجين كلية الزراعة أنا بقول لكم كانوا منها أبناء الصفوة الاجتماعية والعلمية في مصر ارجعوا للتاريخ وشوفوا شوفوا واحد نابغة الاقتصاد المصري في تاريخه الدكتور كمال الجنزوري خريج كلية الزراعة حتى اللي بيتكلم دا وما يعرفش أنه واحد زي الأساس مرسى عطال الله عليه رحمة الله من كبار كتاب الأهرام ومؤثرية ورئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك كان خريج كلية الزراعة في مختلف حتى كابتن نور الدالي كابتن نور الدالي كابتن حسن حلمي كابتن حسن حلمي النهاردة بقى